السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته 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 وعلى صحابته ايذاء شديدة فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان جهر بالدعوة واستمر قرابة العام والنصف الا ان جمع صحابته رضوان الله عليهم في دار الارقام ثم خيرهم بفكرة جديدة بالنسبة للصحابة العربي لما يقال له اخرج من بلدك اترك قبيلتك هذا امر صعب جدا فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الصحابة رضوان الله عليهم قال لهم هل لا خرجتم او لو لا خرجتم يعني هاجرتم سافرتم لكن وين يا رسول الله العربي يعني تعود في بيئة معينة في ارض معينة بعادات معينة فكان الظن انه سيقال اذهبوا مثلا الى ارض فلانية قريبة متاخمة ملاصقة الى مكة او الى قبيلة اخرى عربية لكن لا لو اختار قبيلة اخرى العرب كل العرب وقبائل العرب تدين الى قريش يعني قريش لها يد على اي قبيلة عربية والنبي صلى الله عليه وسلم نظرته ابعد انا اريد ارض وبلد وجهه ليس لقريش عليها سلطان ولا تأمر عليها فاختار النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الحبشة يعني لاحظوا هذا الاختيار بالمناسبة الحبشة في ذلك الوقت تعد امبراطورية ثالثة كانت الفرس امبراطورية الروم امبراطورية الحبشة بقيادة النجاشي امبراطورية لها قوة ومستقلة تماما ومع ذلك يختار النبي هذه الارض ليست ارض مسلمة ملكها نصراني وديانتهم ديانة المسيحية في ذلك الوقت ولا يتكلمون العربية العادات تختلف والارض تختلف والبيئة تختلف ومع ذلك هلا لو لا خرجتم الى وين الى ارض الحبشة طيب ليش بالذات يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لماذا اخترت الحبشة قال لي ان فيها ملك عادل لا يظلم في ملك احد العدل اساس بقاء الملك ولذلك قامت الارض والسماوات على العدل قال فيها ملك عادل السؤال كيف عرف النبي عليه الصلاة والسلام ان النجاشي النجاشي هذا لقب يقال لملك الحبشة نجاشي ويقال لفرعون مصر فرعون او مالك مصر فرعون ويقال ملك القيصر القيصر في ذلك وكذلك الروم فارس الروم وفارس كل منهم يطلق عليه لقب كالنجاشي فقال النبي اذهبوا الى النجاشي فانه ملك عادل لا يظلم في ملك احد هذه واحدة الثانية قال فانها ارض صدق اهلها اهلها ناس طيبين البيئة جيدة فاذهبوا اليها طيب كيف كان تقبل الصحابة لهذا الطرح يعني المسألة فيها اختلاف اطلع من بلدي واترك قبيلتي ومع ذلك اذهب الى بلد لا تتكلم لغتي وليست من جنسي وليست من عاداتي ولا ادري وش المصير الذي سيقابلني وافق الصحابة وذهب رضي الله عنهم ارضاهم واطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم الرسول يقول اذهبوا لعل الله يجعل لكم فيها مخرجة ولكم فيها فرجة وهذا هذه الهجرة الاولى الهجرة هنا دهاب الحبشة النبي صلى الله عليه وسلم وين الايمان فكر شوي وهذه ضربة ان صح التعبير لقريش لعلها تصح من نومتها وتفيق من غفلتها هذا واحد اثنين النجاشي قال له اتيناك ايضا بفلذات اكبادنا ورجال ليسوا كلهم مستضعفين نعم فيهم ضعفاء لكن فيهم عثمان بن عفان من سيدة قريش وفيهم رقيه بنته بنت محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم عثمان بن مضعون من ساداتهم وفيهم عبد الرحمن بن عوف من سادات قريش وهذا رد على حتى من قال ما فعلته قريش انه جاء كضعفاءنا والمستضعفين فينا فهذه النقطة الثانية ثلاثة ارسل مع الصحابة من ارسل معهم رقيه بنته كأنه يقول ليس انتم فقط يعني انا ما اضح فيكم الحالكم انا ارسلت معكم بنتي وزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنهم اجمعين فيذهبون الى الحبشة فبقى الصحابة السؤال متى خرجوا متى هاجروا في شهر رجب وهذا اختيار النبي صلى الله عليه وسلم وتسليما هذا البعد السياسي وهذا البعد الاجتماعي هو يقول كأنه يقول للصحابة لا نريد استدام يا قريش انتم تريدون عنف وانا اريد السلام انا لست خائف انا اريد ان هؤلاء الصحابة يبتعدون حتى لا يواجهونكم ولا تستضمون ببعضكم لا نريد عنف انا اريد السلام والامن والامان والاستقرار في بلدي في مكة وانتم لكم يا قريش لكن كما يقال خلوا بيني وبين الدعوة خلوا بيني وبين رسالتي ويخرجون في شهر رجب في شهر من الاشهر الحرم حتى لا يحدث اتدام ولا قتال ولا مواجهة بالسيوف ولا بغير ذلك ويصلون الى الحبشة خرجوا من مكة الى جدة في ميناء اليوم يسمى ميناء الشعيبة وخرجوا في البحر العرب ما يحبون البحر العرب تعودوا على الصحراء يركبون الفرس والابل ويقاتلون ومع ذلك ضحوا ضحوا لاجل هذه الرسالة يا جماعة حنا ما قلنا هاجر من بلدك حنا نقول هاجر عن المعصية ما قلنا للمرأة اذهبي سفرا واركضي على رجليك مسافات طوي نقول ضعي الحجاب وتحجبي بما امر الله النفوس ضعيفة تصلي حيانا صلاة الفجر فلا تجد الا اعدادا قليلا الهجرة من المعصية الى الطاعة مفتوحة قبل الهجرة قبل فتح مكتها وبعدها وهؤلاء نفوسهم كبار رضي الله عنهم ارضاهم ويركبون على سفينتين اثنتين قافلتين تجارية دفع كل واحد نصف دينار او دينارا ثم ركبوا بلغ قريش بالخبر ان في مجموعة ستهاجر حاولت ان تدركهم ما لحقت لما وصلوا عند الساحل وجدوا القاربين او السفينتين قد تحركتها بالمناسبة هجرة الحبشة هجرتين هذه الهجرة الاولى كانت في السنة الخامسة في شهر رجب ولذلك تجدون في كتب السير يشير عند بعض الناس اختلاف الهجرة الثانية كانت في السنة السابعة الاولى خرج احد عشر رجل واربع نساء والثانية خرج اثنين وثمانين رجل وثمانتعشر امرأة يعني عددهم مية وخمستاش فلما بلغوا ارض النجاشي قريش ضاقت بها الدنيا كيف استطاعوا يصلوا للحبشة خافوا وش عندهم يخططون استخبارات بيتكاتفون ويتحدون مع النجاشي ثم يحجمون علينا يجب ان نقطع على المسلمين هذه الهجرة فارسلوا رجلين اثنين يذهبون الى الى النجاشي ارسلوا عمر ابن العاص ومعه ابن ابي ربيعة الى النجاشي عمر بن العاص لها علاقة بالنجاشي وقالوا انت استطيع انك تقنعه انه يرجع لنا هؤلاء المهاجرين وراح عمر ابن العاص واخذ معه الهدايا ودخل على بطارقته البطارقة هم الجنود واصحاب المسئوليات الوزراء والاساقفهم علماء النصارى واهداهم الهدايا يعني بالعربي يقولون عندنا بالعامية يدهن سيرهم لعله يلينهم علشان يدخل على النجاشي وقال رجعهم لنا يقولون صح والله ان كلامها الرجل صح واطهم اياه فلما دخل على النجاش يرحب به واجلسه على كرسيه وسأله ما هي حاجته وقال له لقد ارسلني اهل مكة اليك وقد جاءك منا من مكة جاءك عبيد رهاع مالهم قيمة لكن هذا لسان الاعداء وانهم قد احدثوا فينا دينا لا نعرفه ليسوا على دين ابائهم لا يعبدون الاوثام مثلنا وليتهم كانوا على دينك ولم يعبدوا دينك وهو دين السماء دين عيسى فاي دين جاءوا به فان قوي ريش تبلغك التحية والسلام وتقول اعدهم الينا ولا تسألهم يعني لا تقعد تناقشهم فان اعرف بتأديبهم وتربيتهم منك فغضي من نجاشي قالوا ايش هالكلام له تبيني اسمع منك ولا اسمع منهم صلى الله على محمد لا ينطق عن الهوى قال ملك عادل اذا بغيت الناس يقتنعون منك واردت ان تحكم فعليك ان تسمع من الطرفين وعندنا قصة شهيرة الله اعلم بصحتها حينما تقدمت امرأة او رجل يشكي الى قاضي عينه مفقوعة لما احضر الطرف الثاني لقى عينه الثنتين مفقوعتين فاسمع من الطرفين قال لا حتى اسمع منهم يقول جعفر ابن ابي طالب ما كنا نتوقع طبعا هذه انا دمجت الهجرتين لضيق الوقت الهجرة الاولى عاد الصحابة طبعا رضي الله عنهم لما اشيع في مكة ان قريش اسلمت نزلت على النبي سورة النجم ثم قرأها في ساحة الحرم وسمعها الكفار فلما وصل فاسجدوا لله واعبدوه سجد الناس كله من رجلين بما فيهم الكفار وشاع الخبر عند الناس ان قريش اسلمت وسمع الصحابة بالخبر فرجعوا ظنوا ان اولئك قد اسلموا ثم بعد ذلك ضاق بالصحابة الاذاء فهاجروا مرة ثانية المرة الاولى نزلت على النبي سورة الكهف وهذه تربية ربانية الكهف فيها ثلاث قصص تتكلم عن الهجرة كأنها تهيئ الصحابة قصة الشباب الذين اسلموا وامنوا الفتية تركوا ارضهم واهلهم ودخلوا الكهف رغبة في الدعوة الى الله وقصة موسى والخضر الذي قال لا ابرو حتى ابلغ مجمع البحرين ترك ارضه واهله وذهب الى مجمع البحرين التقاء النيل الابيض مع النيل الازرق واختلف العلماء اين مجمع البحرين وقصة ذو القرنين يجوب الدنيا والارض من المشرق للمغرب رغبة في اصلاح الارض وانتم يا صحابتي معنيون بهذه الدعوة والاصلاح وحن الى اليوم يجب وجوبا ان ننشر الحق وان ندعو انفسنا الله يدعو الى دار السلام وهو الله اذا دعاكم الى ما يحويكم الله يدعوكم الى حياتكم الى ما في حياة لكم في القرآن والسنة يجب ان نحمل هذا الدين وان نحمل هذا المشاة الهجرة الثانية تنزل على الصحابة على النبي صلى الله عليه وسلم سورة مريم ليش سورة مريم بالذات لانها الوثيقة اللي ستقدم للنجاش وهذا ترتيب الهي عظيم ولذلك ارسلوا عمر بن العاص لما دخل سأله قال احضروا لهؤلاء القوم دخلوا الصحابة ما يدرون دخلوا ما يدرون من لماذا طلبوا عند النجاشي اصحمه فلما رأوا عمر بن العاص علموا ان الموضوع وشاية فقال لهم النجاشي بلغني من صاحبكم هذا عمر بن العاص انكم لستم على ديني اباهكم ولستم على ديني دين المسيحية فاي دين انتم عليه من تكلم هنا يعني انت دخلت معك ثمانين رجال ما تدري ما القصة ولا حدد شخص يتكلم ثم سؤل هذا السؤال الصحابة الصحابة تربية محمد صلى الله عليه وسلم افتخروا بصحابتكم افتخروا بدينكم قدموا هذه النماذج قدموها للعمة يا اباء يا مربون يا معلمون يا خطباء المساجد يا من ترتوتون في وتغردون في هذه الاجهزة قولوا للناس ان هذا الجيل اولئك اباء فجئني بمثلهم اذا جمعتنا يا جرير المجامع فيتقدم جعفر بن ابي طالب تقدم القوم لثلاث تسباب اولها هو افصحهم وابلغهم وخطيبهم حاننا نبغى رجل اذا تكلم بيض جيهنا وهؤلاء هم خريجي مدرسة دار العرقم ويتقدم جعفر بن ابي طالب اثنين من انت الملوك لازم يعرف من سيتكلم عندهم قبل ان يتكلم قال جعفر ابن ابي طالب ابن عبد المطلب لحظة لحظة هل اسم اسم من هذا جدة عبد المطلب وصلت الرسالة انا جدي عبد المطلب له تاريخ مع جدك عبرها يوم حادثة الفين يقول عوامنا دقيت خشمك عرفت من انا هذه رسالة ثانية ثلاثة انا ابن عمي محمد صلى الله عليه وسلم ومن سادات بني هاشم اذا تغير الموضوع فلما تكلم اسمعوا خطبة او حوار جعفر ابن ابي طالب في خمسة محاور انا حسبتها بالساعة ما تتجاوز ثلاث دقائق من يستطيع يعرض الاسلام في موقف مفاجئ في ثلاث دقائق بعرض مختصر كامل واضح لما سأل السؤال هذا واش قال له جعفر قال كنا قوما نعبد الاصنام يعني ناس ضائعين ونسيء للجوار ويعكل منا القوي الضعيف وكنا نكذب في احاديثنا وبدأ يذكر مساوي الجاهلية هذا واحد فجاءنا رسول الان بدأ يذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجل نعرفه نعرف حسبه ونسبه وصدقه وامانته فدعانا الى التوحيد ان لا نشرك بالله شيئا فلا اله الا الله ودعانا بصدق في اقوالنا وصلة ارحامنا وان لا نسيء الى بعضنا جاب له مكارم الاخلاق هذا ثلاثة اربعة فعدى علينا قومنا فظلمونا وقهرونا وهذهنا خمسة اسمعوا الكلام الجميل والذكاء في الطرح والحديث فامرنا رسولنا ان نخرج الى ارضك فاخترناك على من سواك وقال لنا رسولنا اذهبوا الى ارض الحبشة فان فيها ملك عادل لا يظلموا في ملكه احد قال او قال ذلك عني قال نعم ثم التفت على عمر بن العاص قال قم يا عمر وردوا اليهم هداياهم والله لا تسبون ولا تؤذون في عرضي من سبكم غرم من سبكم غرم من سبكم غرم والله لو اددتوا اسمعوا لو اعطيتوا لو اعطيتوا جبلا من ذهب لرددته ولا يؤذى فيكم مني احد ابقوا في ارضي امنون سالمون هذا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عرف له قدرة الصحابة ترى الراح الحبشة في السنة الخامسة تدرم ترجعوا رجعوا في السنة السابعة بعد الهجرة بعد خيبر يعني اكثر من عشر سنوات عاشوا مع الناس شافوا الحبشة اخلاقهم تعلموا منهم لما رجعوا الصحابة رضي الله عنهم رجعوا من الحبشة دخلوا وجدوا المسجد وجدوا الاذان ما كانت موجودة تلقاهم النبي واحتضن جعفر قال يا جعفر والله لا ادري افرح بفتح خيبر ام افرح بعودتك ومن معك فضمه النبي وفرح به صلى الله عليه وسلم وعامل النبي صلى الله عليه وسلم حتى النجاشي في حياته قيل ان عبيد الله بن جحش زوج ام حبيبة بن سفيان قيل انه تمصر وقيل انه مات اختلف العلماء والله اعلم انه مات بلغ الخبر النبي ماذا يصنع ام حبيبة ابو سفيان فكتب له كتابا اني اوكلك ان تزوجني ام حبيبة يوكل النجاشي فراح النجاشي وارسل اليها واخبرها ثم دفع مهرها ولما بلغ الخبر ابو سفيان من كبار القوم كان يفكر في بنته فلما بلغه الخبر خرج على الصفا وقال يا قريش ان ابن ابي كبشة هذا يعني النبي عليه الصلاة والسلام لا يشق له غبار ولا يجدع له انف ناخذ من هذه القصة وهذا الحدث لا لليأس فالاصلاح قائم والقرآن له اثره على النفوس وعلى الارض اللهم ردنا اليك ردا جميلة واصلح نياتنا وذرياتنا واغفر لموتانا وموتى المسلمين واجعل بلادنا هذه امنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين وفق لات امرنا وقرم منهم بطانة صالحة اجمع كلمتنا ووحد صفنا وانصر الاسلام والمسلمين شكر الله لكم وصلى الله على محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته